افتتح محافظ البحر الأحمر عمر حنفي أعمال التطوير بمستشفيات حميات الغردقة بتكلفة وصلت إلى 85 مليون جنيه وشملت أعمال التطوير خلال سنة ونصف إضافة خدمات جديدة وهي وحدة كاملة لمناظر الجهاز الهضمي ووحدة غسيل كولوي بالإضافة لعيادة الأسنان والطب الاتصالي كما تحتوي مستشفى الحميات بالغردقة على 53 سريرا داخليا و10 أسرة عناية مركزة وقاعة لتدريب 50 متدربة